الرسوب المؤجل الغش دلوقتي احنا في امتحانات دلوقتي وبعض الطلبة ربما يتهونوا في موضوع الغش ويخضوا من بعض وكذا هم بيضيعوا تعب اللي زاكر اللي زاكر تعبه يضيع لان غير اللي مذاكرش هياخد تعب واحد زاكر قالوا الرسوب المؤجل ممكن يغش ابتدائي اعدادي سنوي جمعة بعدين بقى مدرس هتقول ايه للناس هو ده الرسوب المؤجل تأجل الرسوب الى انه هو يتصدر للقاء الناس لازم الانسان يتعلم والامام الشفعي رضي الله عنه ارضاه ونقول الكلام دل ابناءنا الطلبة خصوصا طلبة الازهر اللي بدأوا امتحانات السنوية الازهرية مبارح اكتر من مئة وستين الف طالب السنوية الازهرية السنادي اسألوا الله ان يوفقهم وان يسدد رميهم وان يجعل الصعب عليهم سهلا ان شاء الله سبحان الله العظيم اقولهم اللي قالوا الامام الشفعي اخي لن تنال العلم الا بستة سانبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة استاذ وطول زماني لازم الانسان يتعلم قبل ان يتصدر اشتركوا في وسطهم شكرا